طبعا هنذكر المشاهدين بهذه الحالة بس خليني في الواقع هنا اولا لما لقيت الحكم بحبسك قبل ما نشوف التفاصيل صدمت بالحكم؟ انا صدمت بالحكم جدا يعني اولا انا بصق في عدالة القضاء المصري وفي نزهته بكلم بجد يعني الحمد لله رب العالمين ان ربنا كرمني وكرمني ان انا مصري لان ما فيش انزه بجد من حكومتنا ومن قضاءنا ومن شرطتنا ومن جيشنا بامانة يعني انضف من الناس دي انا ما شفتش من نزهتهم لاحترامهم لتعاملهم النزيه فانا فجئت النهاردة بالحكم السنتين بالرغم ان هو قتل خطأ يعني يقال ان القتل الخطأ ده ما فيش السنتين دي خالص يعني كبرها كبرها على ما اسمع يعني ان سنة معي قف التنفيذ وغرامة من خمسين جنيه لمتين جنيه تمام طبعا انا 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 فجئت بالحكم دوت بالرغم ان انا مش مخطئ يعني انا مش مخطئ في الحادثة ذات نفسيها اه بس في كل احوال يعني يعني انت بتسلم وتحترم الحكم القضاء طبعا طبعا لا نقاش ولا جدان في وهتستخدم الطرق القانونية انا همشي قانوني الى ان يفعل الله امرا كان مقضيا يعني ده امر الله ونفذ انا انا صعبان عليا في الاول وفي الاخر الودي اللي مات يعني الولد اللي مات 15 سنة اه طفل اه طفل طبعا هو اللي كان سايق العربية القره وبابا كان معاه جنبه ابوه جنبه اه كويس فانا احكي لحضرتك الواقعة اه وحضرتك تحكمه السادة المشاهدين يحكمه لو انا غلطان انا اقصع كوبة انا عايزها لو انا غلط لو انا مخطئ اه انما انا لو انا مش غلط طب اتحكم على ايه بس فانا هحكي الواقعة بما يرضي الله ده بعد اذن حضرتك طبعا اه لا لا اتفضل انا نازل من انا ساكن في حدايا الاهرام البوابة الاولى اه فانا نازل في طريقي لمدان الرماية اه كويس اه فيه مطب صناعي قبل الرماية قبل مدان الرماية عند الدخلة بتاعت المساكن هضبت الاهرام الزباط اه اللي هناك في شارع الرماية فانا عديت المطب الصناعي وماشي الساعة عشرة ونص بالليل تحديدا اتفاجئت بعربية كاررو بتعدي الرصيف الرصيف اللي في النص اه بيعدي في الاتجاه بتاعي تمام لا يعني عربية كاررو بتعدي بتعدي بتطلع فوق الرصيف بتعدي الناحية البتاعتي اه كويس انا ما شفتهاش بأمانة لان الدنيا كانت ليل والكاررو لما طلع يعدي فعمل ترابة تراب اه فساهمت في انه فانا ما شفتش انعدام في الرؤية غيوم اه بالزبط اه ما شفتش اه فخبطته كويس لما خبطته انا وقفت واتصلت بالنجدة واتصلت بالاسعاف واتصلت بالاسم اسم الهرم وجولي فعلا جالي نقيب شرطة بالبوكس بس انت حسيت بانك اه يعني هنا اول ما صدمته شفت بحسيت انت صدمت ايه او عملت اما نزلت بقى اما نزلت شفت ايه ده لقيت عربية قروا بتعدي الطريق عليا فاتصلت على طول بالاسعاف لان الاتنين واعين في الارض فجالي الزابط بيقولي طب روح الاسم عشان العرباجية هيتلموا عليك قلت له مش هتحرك من مكاني لما الاتنين دول الاسعاف تخدهم بعد كده هروح على الاسم الاتنين دول يتشالوا الاول والنقيب موجود في الاسم الهرم على الاسف مش عارف اسمه بس هو موجود اللي تلع المعينة اللي تلع البلاج معروف في اسم الهرم معروف قلت له مش هتحرك من هنا لما الاتنين دول يتشالوا الاول الاسعاف تيجي تشالهم انا هتحرك اه انت شفتهم واقعين على الارض في دمهم يعني مفيش دم مفيش دم المهم جات الاسعاف فعلا شالتهم خدت بعضي بعد ما الاسعاف شالتهم وروح ترايح على اسم الهرم عملنا المحضر والاجراءات الاولية تمام وكله زي الفل بيت في الاسم وتاني يوم روح تنيابة الهرم في اكتوبر دخلت على سيد وكيل النيابة حكت له اللي حصل بالزبط قال لي يعني انت ساعتهم قلت له اه انا ممشتش انا الاتنين معين قدامي في الارض ارواح بني قدمين بشر دول يتشالوا الاول وبعد كده روح الاسم انا مش ههرب انا واقف لغاية ما الاتنين يتشالوا وبعد كده هروح الاسم فقال لي طيب يعني انت ساعتهم قلت له اه اتفاجئت بعد كده القرار طالع ان انا ما ساعتهمش من السيد وكيل النيابة ان انا ما ساعتهمش تمام وتخزلت في معرفش ايه وعملت ايه ده وفقا عن شهادة مين الله اعلى الاب ولا شهادة مين الله لا مفيش شهادة تا ما شفتش نص التحيات في الaurus لا 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 خالص لا لا ما شفتش هشوف فين اه 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 هنا لا لقيت انه انك انت ده بعد ما خرجت بعد ما خرجت خمس تلاف جنيه كفالة دفعت خمس تلاف جنيه كفالة اه صدر القرار بكفالة خمس تلاف جنيه فقد لخطأ انا ما عرفش طبعا ازاي بس عادي أنا أنا مع القانون وهمشي في الإجراءات القانونية آآ بعدها قلنا هنمشي في صلح بما يرضي الله فكلمت المحامي قلت له امشي في صلح فمشي في الصلح لقى الناس طلبة مبلغ جامد فبيقول لي قلت له أنا ظروفي لا تسمح فلو النص أنا أوكي معاك يعني لو نص المبلغ أنا هستلفو عشان أقفل باب مش عايز وجع دماغ ومشاكل وخبار حضرتك ويعني وفي نفس الوقت يعني أرضي ضميري قدام ربي مبلغ كبير شوية علي وانا ما قدرتش مش هقدر أسكر المبلغ لكن مبلغ كبير علي مش إمكانياتي لأن أنا ما بشتغلش من ساعة ما خرجت من العناء المركزة من المستشفى من الإنعاش وأنا ما بشتغلش كما ينبغي لأن طبعا صحيا والدنيا وقفة فهنا ما قلتلهم أنا ممكن أدفع قدرتي أدفع نص المبلغ ده أدفع نص المبلغ اللي أنتوا قايلين عليه قالوا لي لأ هو المبلغ دوت لو عايز تخلص من القضية فقلتلهم لأ أنا ما عنديش استطاعة ما عنديش مقدرة أن أنا أبيع أبيع إيه؟ طب قلولي أبيع إيه؟ ما عنديش حاجة تتباع أنا قاعد في قانون يعني شقتي حتى اللي أنا قاعد فيها بقانون قانون جديد يعني أنا لو عندي شقة ملك هبيعها وأسدد عشان أخلص معقول الناس هتقول لك يعني الفن بيجيبش كده ما جابش أنا ظروفي يا فندم أنا أستاذ وائل أنا مش من الناس اللي هي بتجري وراء يعني ممكن أنزل في كبريهات سوري يعني نايتات شارع الهرم والكلام ده أنا ما بنزلش الكلام ده رفضه أنت بتحفظ شوية على جانب الأخلاق في الفن أنا بتقري ربنا أه بتقري ربنا فأي ما هو شبه حرام ببعد عنه لأن الفلوس هتجي منين من الناس سكارة سوري أنا آسف أنا ماليش في الليلة دي خالص أنا أطلع فرح باحترامي أو أعمل حفلة بكرمتي وامشي أروح لا بصهر ولا بروح نايتات ولا بروح ديسكوهات ولا اللي هي في الكلام ده خالص أنا من بيتي لو عندي شغل بروحه ومن شغلي على بيتي برجع آه غير كده فهنا ده بالفعل لأنه هي طبعا هي طريقة الكسب دلوقتي لمعظم المطربين يعني يقولك وأنا مش مسؤولي اللي قاعد ده آه بيذكر ولا بيعمل إيه ولا طبعا ماليش دعب غيري أنا ماليش دعب غيري أنا ليه أنا يعني أنا خليني فيه أنا أنا يعني لأني تعبت في حياتي قوي وتمرمطت قوي بالرغم أن أنا ابني ناس قوي وآه والدي الله يرحمه الرئاء بتاع أمو كلسوم كان اسمه أنوار جابر آه كان آه بيلعب رئي مع أمو كلسوم وأنا أكاديمي كونسيرفاتور بلعب فيولينا كامانجا ولكن الدنيا وقفت وإيه فطورت ده أنت حتى أنا علمتنا كمان اشتغلت سواء تاكسي اشتغلت كل حاجة كل حاجة اشتغلت كل حاجة اشتغلت في سوبر ماركت واشتغلت بيع في لعب أطفال في اسكندرية واشتغلت غطاس على البحر واشتغلت صبي كهربائي سليسيون واشتغلت صبي نقاش والله واشتغلت فاعل واشتغلت منو البنة اشتغلت كل حاجة عشان أكل أكل مامشيش غلط كان ممكن أسرق كان ممكن أعمل أي غلط كان ممكن أتاجل في غلط كان ممكن أمشي أي سكة غلط لكن التربيتي ما تسمح ليش إن أنا أعمل الغلط بتحافظ على القرش الحلال دايما بس دول عمري كده يعني أهلي الله يرحمهم ربوني على ده ما عنديش ساعة ده أمشي غلط عشان خطر الجنيه لأ طيب وحتى لما دخلت الفن ما بصتش على إنك يلا ما نعمل الفروة لا 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 الحمد لله ماشي على مبدأ تربيتي هي اللي بتحكمني الأساس النمى جوايا هو ده اللي أنا ماشي عليه أتقي ربنا في كل قرش في كل حاجة ما أكلش ماكلش بجنيه حرام أي أن كانت جنيه ما كانش حلال في شبه شبه حرام ما بأخدوش بتكون حريص على كده فعلا يعني يعني حتى مكان حتغني فيه المكان فين يا جماعة آآ بالزبط وده ينفع ولا ما ينفعش بالزبط وتقعد مع نفسك وتقول لا لو ده في شبه واستخارة كمان واستخارة طبعا صلي صلاة استخارة أنا مش بهذر والله بيكلمها بجد أكسر بالله أنا كده في أكل عيشي كده في حياتي كده لا وهي يعني الناس تعلم عنك ذلك يعني ممن يحترمون أنفسهم جيدا يعني الحمد لله وشكرا وبالتالي هنا هعود لده يعني أنت كمان بتحترم القانون وعشان كده بتقول طبعا أنا ماشي قانوني همشي في الخطوات القانونية اللي هي لي واللي علي بما يرضي الله وحق ربنا هو اللي هيكون في الأول وفي الآخر أه طبعا طبعا طيب هنا طبعا هنا في يعني في طفل مات 15 سنة ما هو ده اللي أمقطع قلبي ملعون أبو الفلوس على أبو أي حاجة وخبال حضرتك في نظير ضفره اللي مات هو ده اللي أمقطع قلبي بس يعني أنا أكسم بالله العليل عظيم أكسم بالله العليل عظيم أنا بقوم من نومي ربنا اللي يعلم عشان الطفل اللي مات ده بالرغم إن أزاني بس ربنا يسامحه ويغفر له روح بني آدم أنا ربنا جعلني سبب في روح مراحت بس آه يعني أنت فعلا بتقوم من نوم صورة الودة مش نسيها ف ربنا ما يوري حد ربنا ما يوري حد ويصبر أهله يعني أنا عزر أهله لكن يعني أنا مش قاصد وأنا عرفه أنا عرفه عشان يموته أنا عرفه عشان أخبطه بعربيتي أو في بيني وبينهم أي عداء ما فيش لكن ربنا أراد إن أنا كن سبب في موت الطفل ده بخطأ منه ولكن أنا في المحامي معايا الأستاذ سعد آه ما الأستاذ سعد أتمنى بس آه بس أنا الحقيقة يعني تأثرك ده الشديد ده الحقيقة يعني طبعا آه هو فيه فيه طفل يعني يعني مات فأنت صورة الطفل من صحبك بالله في ذهني وفي خيالي وفي ضميري وفي نفسي ويعلم ربنا لبا يعني ممكن أقولك أنا باكل مثلا طقف اليوم أقسم بالله ما فيه ليه نفس الأكل ولا ليه نفس النوم ولا ليه نفس الأكل لمشي ولا ليه نفس أي حاجة بسبب الطفل اللي مات يا ربنا جعلني سبب في موت طفل يعني دي صعبة ان انت ربنا ربنا ما يكتبع لحد يا رب ان ربنا يجعلني أنا سبب في زهد روح دي دي كرسة كرسة جوه إنسان عنده ضمير طيب غير منك أنت يعني طبعا طبعا أنت يعني واضح أنا مقدر دموعك جدا لأنه أكيد مشهد الولد هو واقع أنت بتقول أول ما لقيته واقع هو أبوه كده فعلى طول كان أهم حاجة أنه لازم أجيبي الإسعاف طبعا روح لازم 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 إسعاف بسرعة وفعلا ما تأخرتش بحق ربنا أسعافنا الأسعاف في مستشفى الأرم ما تأخرتش جات على طول وجات من الطريق المعاكس كمان يعني جات في الطريق بتاعي اللي هو أنا أنا نازل به على شرع الهرم على شرع الرماية جات وشلت الاتنين وراحت بيهم على مستشفى الهرم الولد قعد ثلاثة يام وبعد كده سرل إلى طلع والأب طلع في نفس اليوم طبعا لما علمت أنه مات في اليوم اللي بلغوك أن الولد كان سواد بقى اليوم اللي توفى فيه الولد ده كان سواد كنت أنا طلعت بكفالة خلاص كنت أنا طلعت تاني يعني الحادسة عملتها يوم 14 اتنين بالليل 19 ونص وبيت في الإسم ليوم 15 ورحت على النيابة وتلعت بكفالة خمس تلاف جنيه بعديها بتلات تيام توفى وجالي الخبر طبعا كان يوم ربنا ما يوري حد بكيت طبعا بكيت على روح أنا ربنا جعلني سبب أن أنا موت روح بس فدي جوة الواحد يعني ربنا ما يكتب على حد يعني وربنا يصبر أهله